السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بيكون معكم ميس هيب راجب. النهاردة ان شاء الله سنة خمسة. هنكمل مع بعض يا ولاد مراجعات الفاينال ريفيجن. مراجعات لية الامتحان. علم قرارات الفصل الدراسي الثاني عشرين اربعة وعشرين. النهاردة مكملين مراجعات مراجعات الانجلش. آآ منزلنا مراجعات كتري جدا قبل كده مراجعة المتميز. وكمان بنزل في مراجعة منزلها المعاصر فاينال ريفيجن. برضو بنزل منها اختبارات متوقعة. والنهاردة كمان عندنا جيم بنزلها برضو فاينال ريفيجن. برضو بنحل منها مع بعضنا. النهاردة معنا في مراجعة جيم معنا الاختبار التالت والرابع. وحين قبل كده الاختبار الاول والتاني. دي كلها ان شاء الله يا ولاد مراجعات وامتحانات لن اخرج عندنا الامتحان بازن الله. وكلها تبقى لاحدث موصفات الوركة الامتحانية آآ للعام الدراسي عشرين اربعة وعشرين. يلا بنا نبدأ. ايتي اولاد نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. وتابع لصفحة الفيسبوك ومسحي براجب. على سين وصلكم من شاء الله كل جديد. اول سؤال معنا. listen and the circle the correct answer from ABC or D. السؤال باستماع بنسمع نص وبنانا عليه باختيار الاجابات. we are talking a lot about unusual animals and school. اتكلمنا كتير عن الحالات الغير تقديع في المدرسة. my favorite unusual animal from ايجيبت حيواني المفضل. الغير تقليدي في مصر ايه? ازا ديو جنجة وحيوان الاطوم. is a sea animal. هو حيوان بحري. it's or it has got a lovely friend. الفيس عنده واجهة ايه كده? ودود محبوب. and it's cute واصلا حيوان لطيف. it's nickname. اسم الشهر بتاعه او اللقب. is a sea cowi. يعني بقرة البحر. and it spends many hours eating grass from the sea bed every day. ويقضى ساعات طويلة في اكل العشب من كاع البحر طول اليوم او كل يوم. my favorite unusual animal from not is a is the الديو جنج. الديو جنج ده فين? في الشينا ولا جبان ولا ايجيبت ولا ايجيبت ولا انجلن طبعا في مصر ايجيبت. are you going lives in there? بيعيش في الديزرط ولا السي ولا الريم فورست ولا الماونتن طبعا عيش في السي في البحر. are you going is nickname? اسم الشهر بتاعه ايه? sea dog dolphin ولا سي كا ولا سي هورس ربعا سي كا او. it spends many hours eating a noot from the sea bed. بيقضى ساعات طويلة ياكل ايه من كاع البحر بيقضى الجرس العشب. سوريه التنفل امتحان سؤالة اختيرات عادي جدا. بيقول بتلاقي الزهر ولا فوت طبعا محتاج باسبورت. ma cox mini delicious meals. ما بتطبخ وجبات لذيذة جدا فين? في البيدرون ولا البيتر ولا كاتشن ولا living room طبعا ما بتطبخ فين في الكاتشن. نقط او زنقط is the place where you can borrow or read books. مكان تسعيل من الكتب او تقرأ في الكتب. ميوزيوم ولا سوبر ماركت ولا لايبرا ولا بوكشوب طبعا ايه ولا دي اللايبرا دي. نادر needs to go to the dentist. نادر عاوز روح ان تطبيل الاسنان. هي هازش عنده ايه? توسيك الام اسنان? باك ايك الام زهر? هديك صداع? ولا يريك الام اوزن? طبعا عنده توسيك. السؤال التالي تريد انكم بريزا تكس وزوردس انتا بوكس. نص نايس اربح كلمات وخمس كلمات بختل منهم ووكمل. موفينج الحركة سبورت رياضة بلانسل متوازن. برنج يشرب اكسروسيز يتمران. it is really important to eat healthy foods. من الهام ان تأكل اطعمة صحية. زي ايه? like fruit and vegetables زي الفكهة والخضر. and to have a not diet. ويكون عندك نظام غزائي متوازن. balanced diet. there are lots of other things. في حاجات كتير تاني that you can do. ممكن تقوم بها. to look after your health الاعتناء بالصحة. you should do some exercise. يجب ان تمارس بعد التمرينات every day كل يوم. it's very important to keep your body moving. من الهم ان تحافظ على حركة جسمك. playing not at school. تلعب ايه في المدرسة سبورت سلعب رياضية. playing sport at school or with friends او مع العزقة. it's a good way to exercise. تانية جيدة للتمرين. سؤال الرابع الكتعة لها لأسئلة. read the text and answer the questions. hi my name is rawan. اسم rawan. i live with my family in a nice apartment. عيشة معي عيلتي في شقة جميلة. it is big and clean. كبيرة ونظيفة. we have many rooms. عندنا غرف كتير. the kitchen is a big and modern. عندنا المطبخ كبير وحديث. my bedroom is lovely. غرفة نوم جميلة. we have three bedrooms. عندنا تلات غرف نوم. i share my bedroom. with my sister. بشارة غرفة نوم مع اختي. we have two bathrooms. عندنا ايه? تلات حمامات. سوري حمامين. in our apartment. the balcony is really fantastic. there are four chairs inside it. البلاكونة روعة فيها اربع كراسي. ايه التعود علي من على البالكوني. انك تجي عليها سؤال. we can see a great view. يمكن ان نرى منظر طبيعي رائع. وفزا السنة للشارع من البالكونة طبعا. my parentis والدي sit in the balcony at night to drink coffee. الوالدين بيعودوا في البالكونة بدل عشان اشربوا قهوة. rawon lives in a nice house ولا apartment ولا farm or house ولا تنبع نعيشة في apartment. the underlying pronoun it refers to it. تشير الى ايه? kitchen ولا house ولا balcony ولا تشير. احنا بنرى قولنا ايه? balcony. how many bedrooms are there in the apartment. الشارع دي اولاد. فيها كم غرفة نوم. احنا قولنا فيها ايه? three. what do the parentis do in the balcony? بيعملوا قفل بلاكونة بشربوا قهوة بالليل. my parentis sit in the balcony at night to drink coffee. السؤال الخامس سؤال ترتيب. they didn't come here by airplane. لم يعطي اللي هنا بالطائرة. do you have a sore throat? الجملة دي مشهورة جدا في الترتيب يا اولاد. السؤال السادس. and write the correct form of wordless a between brackets. بيقول لي اقرأ ودي الشكل الصحي لكلمة اللي بين الاقواص. ده صحيح الخطأ يعني. it rains. او it rains. او بتمطر كتير. on winter. فصول السنة والسنين والشهور بتاخد يا اولاد بتاخد حرف الجر ايه? ابقين وانطر. فاتن. does this exercise again please? انا بقى مرجونا الامريا تبدأ بي اولاد. بفعل في المصدر. بفعل في المصدر يعني بقولون انه دفع بانويلها ايه دو. طيب البنكت واشن ايه كابتة مش معمولة نعملها. ليه بتاعت ايجيبشن مش معمولة برضو الجنسيات بنعملها. اه انشنت ايجيبشن هومس. ار اول حاد فلا تروفز كلها لا قصح مساوي. ده بس انا اصيلي الايه والايه? اكتب باراجراف من آآ تلاتين كلمة مساعدة من عاصر اتيا. عايزين نكتب مفكرة. افضل يوم لك في الاجازة. تمام? عندنا مسلا بنت كان بتحكي عندنا في الوحدة ان هي راحة المتحف. واحدة تانية انا كنت ايه بتجول في القارب شفت ايه وكاد في باريس. اي حاجة ما اللي احنا اخدنا ده. وايسيب لكم اللينك يا ولاد اسفل الفيديو. فيه نسخة مجابة فيه آآ اسفل الفيديو فيه نسخة مجابة للاختبارات دي في الموضوعات مكتوبة. الاختبار الرابع ونسمع نص الاستماء. يسر دي بالامس رامز وينتو ويلد لايب بارك وزه يس فاميلي. زهب رامز بالامس لحدك تحوانيات البرية مع العائلة. he enjoyed it very much السامتع كثيرا جدا. they saw lots of different animals like lions, kangaroos and penguins. شافوا حانين الكتيري زي الأسود والكانجوريز وال penguins. he saw his favorite birds. شافتوا له المفضلة اللي هي اولاد ذا باروكس الببغاء. but he was a bit sad. كان حزين قليلا بكوز. he didn't see the birds. لانه لم يرى الخفافيش. and he is doing a project on them at school. ويعمل علامة مشروح في المدرسة. بيقول لي رامز went to the north with his family. راح فين? cinema? ويلد لايب بارك ولا لايب برد ولا ميوزيوم? طبعا راح فين يا ولاد ويلد لايب بارك. they saw lots of different animals. ولا fish ولا تريز ولا بلانت. سبعا شافوا animals. he was a bit not because he didn't see the birds. كان excited ولا هابي ولا سكرت ولا زاد كنسات حزين. is doing a not at school? بيعمل بارت ولا وورك ولا بروجيكت ولا هم وورك بيعمل علوم مشروح في المدرسة. to the correct answer. nor is favorite place? is town? او انتون? مكان نور المفضل في المدينة ازا ايه? she really enjoys reading books. بتسمتها بقراطة الكتب فين? square الميدان? bank البنك ولا استيش المحطة ولا لايبري المكتبة? طبعا المكتبة. take the cake out. off the. اخرج او طلع الكيكة من ايه? close the الخزانة? shower and douche? television ولا oven? الفورن? طبعا انطلحها من الفورن. dad went to the station. to book the not for our vacation. بابا ذهب الى المحطة. to book عشان يحجز الايه للاجازة? passports ولا suitcases ولا tickets ولا هاتل السابع عشان يحجز ايه ولاد تزاكرة? i live in an apartment on the seared. انا عايش في شقة في ايه التالت? روف السطح. بوت اناء ولا فلور الطابق ولا جيت بوابة طبعا في الطابق السيلي. see the floor. read and come believe the tickets with words in the box. moving الحركة. view. منظر طبيعي. بيت سرير. disk مكتب. comfortable مريح. we live in a small apartment. عشان في شقة صغيرة. but i like it لكن بحبها. it's not and clean. it's comfortable. مريحة ونظيفة. i have a small bedroom. عندي سرير صغير. there is one white in my bedroom. ورفيتي فيها ايه لون وابيض بيت سرير. i have a wooden where i can sit وستري. وقعد عليه وزاكر. disk. مكتب. there is a balcony in our apartment. you can see an amazing and shove منها a view. منظر طبيعي رائع. at the balcony. الكتاة. in a hospital in india. المستشفى بتاعت الهندي بدل كتمزحمة. there are many patients. فيها مرضى كتير. the hospital. treats patients from all over the country. المستشفى دي بتعالج المرضى من جماعة عن حق الدولة. family وجوه لجوه لجوه. their unwell relative. العيلة بتروح معايا ولاد اقاربها ايه المرضى. this means that the hospital is often very crowded and busy. ده معناه ان المستشفى ده مع ايه مشغولة. they have classes to teach the family. عندهم فصول. عشان يعلموا العيلة. to look after the sick person. الاعتنام بالشخص المريد. the nurses become teachers. اصبح الممرضات هم المعلمين. and the family members. وعضاء العيلة. and sometimes even the patients. واحدا كمان المرضى معاهم بالمرة. become the syrindus. بيكون مطلبة. this helps the families who care for their relatives. when they go home. ده بيساعد العائلات الاعتناء بالمرضى عندما يعودوا بايه للايه المنزل. the hospital needs from all over the country. المستشفى دي بتعالج مين? patient is the marder. نلسز ومرضات relatives. اقارب الى دكتورت. طبعا بتعالج المرضى. the underlying the word crowded. crowded يعني مزاح معناها ايه? busy ولا free ولا empty ولا come. طبعا ايه دي 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 يعني مزحم معناها بزي. لو قل عكسها كنا قولنا empty يعني فارخ. بعد كده. how usually go to the hospital with the patients. من بيروح يا ولاد مع المريض الايه? اه المستشفى. طبعا نقول من اللي بروح معهم الفاميلي ايه ولاد? العيلة. family usually go with their with their unwell relative what do the stuff at this hospital teach the families الفريق بيعلم الناس ايه ولاد? بيعلموه من اما يعطانو بايب المرض to look after the sick person اللي اعتناب الشخص المريض الترتيب what's your favorite unusual animal علاء? ما حاولك الايه المفضل غير التقليد يا علاء. الازهر park is my favorite place ما كان المفضل. بتقصح على الخطأ. I can speak when I was two years old. لما كان عمر سنة. يبقى انا عايزة حاجة في الماضي. تبقى ايه ولاد ايه كود. حاجة بالماضي من كانت تبقى كود. لان الجملة كده صغة بتاعيتها فين ماضي. ريمز بيرس دي از. ان ديسمبر فورث. اترى ما حدد اليوم يبقى نحط اون. عند شهر من غير يوم كنا خدنا ايه عادي جدا. where did you go yesterday? question mark. write a paragraph of thirty words using the full guiding elements. homes in ancient Egypt. عاوز نتكلم عن منازل المنازل القديمة. لما قلنا مصنع من المارت بريكس. وفيها readmats. وي 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 وي. خدنا كل ده. وبرضا لايه في النسخة المجابعة اسفل الفيديو. وعندنا في الملخصات اللي معانا. تمام? كده يا ولاد انت هنا من الحل الاختبار الثالث والرابع من ايه مراجعة ايه الاضواق جيم. فاضل عندنا اختبارات الخامس والسلس. رحل لهم ام وعبادة الفيديو اللي جيدة ان شاء الله. يا تاوليات تدعمونا بلايك وشارك الفيديو واشتراك في القناة. وتابع صفحة الفيسبوك وميسي حباراتك. عشان وصلكم ان شاء الله كل جديد. بزنوك نجاح ابرو التوفيق بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.